العام الإيراني الجديد يستغل المرشد خامناء المناسبة للتهجم على حكومة روحاني ويتهمها بالتقصير فيما يحدث في إيران من ترد الأوضاع الاقتصادية يوما بعد آخر وازدياد نسب الفقر والبطالة والتفشي المخدرات بين الأوساط المختلفة إضافة إلى التمييز والتهميش بين طبقات الشعب الإيراني وطالب المرشد بنشر التقارير الصحيحة عن الأوضاع في الشارع الإيراني دون تزوير أو تحريف وهذا مؤشر خطير واعتراف صريح من المرشد بمدى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه المؤشرات والإحصائيات التي تقول في إحداها بأن أكثر من أربعين مليون إيراني يعيشون تحت مستوى الفقر العديد من المتابعين وحتى من أقطاب النظام نفسه أعدوا انتقاد المرشد لروحاني بمثابة رسالة استياء واضحة لشخص روحاني ومسمارا في نعش حكومته الإصلاحية بين قوسين أنا على درية تامة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وأعرف أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة أمامهم من الفقر والبطالة والتهميش والتمييز ومشاكل أخرى السبب فيها عدم قيام المسؤولين بواجباتهم بشكل جيد وعدم الوفاء بوعودهم كما أنه لا يتم الكشف عن الحقائق بشفافية وصدق حاول روحاني الرد على المرشد من خلال كلمة متلفزة له هو الآخر بنفس المناسبة ونفس التوقيت كذلك حاول تبرير الإخفاقات بسرد البعض من النجاحات وخاصة فيما يخص الاتفاق النووي ولكنه كشف أيضا عن إصراره على كسب مزيد من الحريات المدنية ورفع الرقابة على الناشطين والصحفيين والرواد مواقع التواصل الاجتماعي بل وطالب أن يكون الفضاء الافتراضي أي الإنترنت فضاء آمنا لمستخدميه وليس تحت الرقابة الأمنية حسب تعبيره الأمر الذي حل له البعض باتهام ضمني وصريح إلى فرض الأجهزة الأمنية الفاعلة في البلد وهي المقربة من المرشد طوقا محكما على المواطن بل وحتى على أداء الحكومة نفسها لكنه وبعد أيام فقط تراجع روحاني عن موقفه ذاك بل واعترف بالتقصير في أداء حكومته وتواعد باستدراك ما فات وإصلاح ما هو مطلب منه هناك ازدواجية في القرارات السياسية وأيضا الاقتصادية وهذا يعني ما أدى إلا أن هناك انتقادات حادة لحكومة روحاني وسميت بالحكومة الفاشلة لأن في العام الماضي هو سمي العام الماضي بالاقتصاد المقاوم المبادرة والعمل وانتهى العام ولكن الحكومة روحاني لم تحقق شيء لعل الحكاية في إيران وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر آيار القادم أشبه ما تكون بلعبة توزيع الأدوار أكثر من التنافس بين تيارين أحدهما يلقب بالمحافظ وهو مقرب من المرشد والآخر يدعى بالإصلاح كان عرابه الأول رفسنجاني الذي توفي مؤخرا فضعف شوكة التيار بأكمله والذي يقوده اليوم روحاني والذي وبحسب المحلدين أضحى لاعبا غير محبب إلى المرشد وبذلك يكون ورقة خاسرة أخيرة عند مناصريه وفريسة سهلة لإلقاء اللوم عليه وفريسة سهلة لإلقاء اللوم عليه شكرا